أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المال العالمي أن دبي تواصل العمل برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لترسيخ مكانتها مركزا ماليا عالميا ومقرا للشركات العالمية الساعية لإطلاق وتنمية أعمالها في المنطقة جاء ذلك خلال استقبال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم بروس فلات المدير التنفيذي لمجموعة بروكفيلد العالمية لإدارة الأصول في مقر مركز دبي المال العالمي وتناول اللقاء مجمل أعمال المجموعة العالمية في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وخطط المجموعة لمستقبل أعمالها في المنطقة انطلاقا من مقرها في مركز دبي المال العالمي وكيفية الاستفادة مما تقدمه دبي من مقاومات دعم لمؤسسات الأعمال لا سيما العاملة في المجال المالي وتعد مجموعة بروكفيلد من الكبرى المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال إدارة الأصول وتمارس نشاطها في أكثر من ثلاثين دولة وتقدر أصولها نحو 750 مليار دولار